كيف؟ نستفيد من أعدائنا قد يسأل سائل كيف يستفيد من أعدائه؟ هذه عشر طرق يمكن من خلالها أن نستفيد من أعدائنا واحد التحفيز قد يلهمك أعدائك لتطوير مهاراتك وتحقيق أهدافك لإثبات نفسك اثنان تعلم الصبر التعامل مع الصرعات مع الأعداء يمكن أن يساعدك في تعلم الصبر والهدوء ثلاثة تحسين الدفاع عن النفس يجبلك وجود أعداء على تطوير مهارات الدفاع عن النفس أربع فهم وجهات النظر المختلفة يمكنك فهم وجهات نظر مختلفة من خلال محاورة أعدائك خمسة عزيز التفكير الاستراتيجي يمكن أن يكون التفكير في كيفية التعامل مع أعدائك تمريناً جيداً للتفكير الاستراتيجي ستة بناء الشبكات قد تجد فرصاً للتعامل مع أشخاص جدد عبر التفاعل مع أعدائك سبعة عزيز الثقة بالنفس عندما تنجح في التعامل مع أعدائك يمكن أن تزيد من ثقتك بنفسك ثماني العمل على تحسين نفسك يمكن لأعدائك أن يساعدوك في التحسين وتطوير نقاط ضعفك تسعة عزيز التحفيز لتحقيق الأهداف قد يكون وجود أعداء يعزز من دافعك لتحقيق أهدافك عشر التفكير الإيجابي يمكنك استخدام أعدائك كفرصة لممارسة التفكير الإيجابي والتفكير في كيفية التغلب على التحديات مع تحيات الأستاذ لطفي تلاتلي